السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالو جريتو هاواريو سدقى ان شاء الله هنستخدم النهاردة مجموعة من سهلة جدا وكمان عندنا مجموعة من الكلمات عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا انا هقولك عليها دلوقتي احنا النهاردة هنتكلم على روتين روتينك اليومي عندك بعض التصرفات انت بتعملها بشكل يومي دي اسمها ديالي روتين اوكي listen to me and repeat take the bus take the bus خد بالك هنا انا عندي verb and noun اوكي الverb take with the bus هي النون فانا بجيب الverb المناسب مع النون المناسب do homework do homework go to the park go to the park eat breakfast eat breakfast play on the swing play on the swing swim in the sea swim in the sea walk to school walk to school عايزاك وانت بتحفظ الكلمات دي مهم جدا انت بقى عارف ان الverb ده مع النون ده يعني ما ينفعش اقول walk breakfast ما ينفعش اقول play to school صحي كده انا بجيب الverb المناسب مع النون المناسب language adverbis of frequency عندنا هنا ظروف التكرار يعني ايه ظروف التكرار يعني الكلمات دي بتعبر لي عن مدى تكرار الفعل اللي انا بعمله لو حاجة انا بعملها بشكل يومي بنسبة 100% 100% بتكون always always دائما اوكي بعملها اقل شوية usually usually 90% usually كمان عندنا often حاجة انت بتعملها بنسبة 70% 70% اسمها often often حاجة بتعملها 50-50 يعني نص نص اسمها sometimes sometimes حاجة ما بتعملهاش خالص never never طيب انا حستخدم ال adverbis of frequency دي ازاي انا حستخدمها في ال question ده to ask about daily routines using how often using how often how often يعني كم مرة كم مرة اوكي بسأل عن عدد مرات استخدام الانشطة او عدم مرات فعل الانشطة اليومية how often do you دي كده مقدمة السؤال بتاعي how often do you انا هنا علشان في ال question لازم اجيب معايا auxiliary verb do طبعا مناسب مع السبجكت اللي عام how often do you وبعدين هجيب ال verb او الحاجة اللي انا بسأل عليها like this how often do you play on the swing how often do you play on the swing عدد المرات اللي انت بتلعب فيها على الارجوحة خد بلك هنا ال verb play infinitive ال verb جايلي في صيغة المصدر في ال question تمام طيب انا هستخدم ال adverb of frequency ما كانها في الجملة بيكون بعد السبجكت بعد السبجكت سواء can noun or pronoun هقول i وبعدين هجيب ال adverb المناسب لي على حسب عدد مرات تكرار الفعل هقول i often i usually i never i always انا هنا جبت ال verb بتاعي في صيغة ال infinitive علشان جايلي مع الضمير i لو هستخدم اي verb تاني لازم يكون في صيغة ال infinitive علشان هو جايلي مع i او اي ضمير من ضمائر الجمع طيب انا لو هستخدم ضمير من ضمائر المفرد او اسم من اسماء المفرد ali mona huda heba او he she it لازم بضيف letter s للverb بضيف letter s للverb او she always drinks tea هنا ضفنا letter s للverb علشان انا بداية السنتنس عندي كانت بshe او ابتديت به برضو نفس الكلام لو جبت اي اسم لأي شخص الموضوع مش هيتغير لازم هديف للverb letter s اكتيف اكتيف on language read and complete with the correct form number one she always she always اوكي swimming in the sea swimming in the sea طبعا انت شيف هنا الverb متضفل ing كلام ده ما انفعش انا عندي هنا she الverb بيجي بعدها في present بضف letter s فانا هكتب swims she always swims in the sea they often walks to school they often they الverb هنا لازم يكون infinitive فانا هكتب walk how much do you play on the swing هنا much دي مش مناسبة لان انا هنا في ال question ده بسأل عن عدد المرات وهو قال لي never فال question word المناسبة معايا هتكون how often اوكي اكتيفتي 2 look and complete always usually often sometimes never انا هستخدم الكلمات دي وحط كل كلمة منهم في المكان المناسب على حسب عدد مرات تكرار الverb عندي أنا عندي هنا التكرار بالنسبة 100% بالنسبة 100% so I always do my homework number two هنا zero so zero يعني never فانا هاختار never وهقول I never walk to school on friday number three he هنا التكرار he eats breakfast هنا التكرار عندي بنسبة 90 100% 90 100% يعني usually فانا هاختار usually اكتبها هنا he usually eats breakfast number four I go to the park هنا 50 hundred percent 50 hundred percent يعني sometimes I sometimes go to the park activity unless on the three and the four read and tick true or false I always do my homework look at this picture I always do my homework no false the picture di مش munas bali sentence عندي فهنعمل false she's young and fast she's young and fast now she's old and slow so false I sometimes walk to school I sometimes walk to school yes take true choose the correct words between practice number one he is tall or and so fast he is tall اللي خدناها في الدرس اللي فات بربط الجملة عندي بربط الصفاطين عندي he is tall and fast number two she sometimes she sometimes what walk walking walks to school yes she sometimes walks to school هاختار الفرب اللي معايا لتر اس علشان she number three I always I always drink drinks to drink tea yes هنختار infinitive I always drink he often swams in the in the what swims in the sea she plays plays to on in the swing yes plays on the swing read order and write number one هنا عندي الكلمات دي انا هرتبها هعمل لها order usually to school she walks اول حاجة هو محدد لك الكلمة اللي انت هتبدأ بيها هنكتب كده she اوكي وبعدين نجيب ال adverb frequency she usually اجيب بعدها على طول الverb she usually walks to school اوكي number two swim in i always see the هبدأ باي هو محدد لك انت هتبدأ باي وبعدين هتجيب ال adverb i always swim نجيب الverb بعدها على طول in the sea هنكرأ البراغراف ده ونجاوب على ال questions my name is reem i usually walk to school on Wednesday i take the bus i always do my homework i often eat breakfast i sometimes go to the park number one reem never does hair homework هنا بي قولي never هنا في البراغراف reem كانت بتقول خد بالك هنا في الكويسشن بيقولك reem في البراغراف هنا بتتكلم على نفسها بتقول i فلما تشوف دي وتشوف دي ما تفكرش ان دي كده حاجة مختلفة فتروح تعملي false ركز كويس هنا ريم احنا هنا بنتكلم عليها في الاسئلة لكن هي هنا بتتكلم عن نفسها اوكي reem sometimes goes to the park yes take true she always takes the bus هنا كانت بتقول لنا i usually walk to school عادة walk to school هنا she usually takes the bus no take false number five look read and complete look at the speak and complete the sentence number one i always go to the park دي بداية كلمة park عندي he often what in the sea هنا الverb swim لكن انا كمان هزود لها letter s he often swims in the sea طبعا علشان he number three she she usually plays on the on the what yes on the swing question number six choose and write it's very easy you can do it by yourself listen number five هو عبارة عن reading تعال ناخد new vocabulary let's read play football play football كمان عندنا هنا كلمة soccer معناها play football يعني the same meaning play football or soccer drink tea drink tea funny funny play basketball play basketball sleep sleep pretty long هنا عندي long دي adjective وكمان pretty adjective اوكي دي صفات ل picture اللي عندي هنا الالم هو بيوضح لك بيوضح لك بيوضح لك انه هو long طويل وهنا الflower دي ready جميلة بيوضح لك الصفة اوكي هنا عندنا sleep verb play basketball play verb وبسكتبول noun خد بالك من الverb والنون مهم جدا لانه بييجي كتير قوي في الاسئلة والاختيارات عندنا هنا extra vocabulary look read and trace number one this is my grandmother she's old and kind هنا بيوضح ل grand mother she's old and kind فكر اند لما خدنا في الكلاس الفت she's very wise she always drinks tea she always drinks tea number two this is my brother he is tall and funny he has long arms and legs he often plays basketball number three this is my baby sister she is young she sleeps a lot she has one toast okay كلمات الجديدة عندنا هنا كلمة kind وكمان كلمة wise مهم جدا ان انت طبعا تحفظهم مع الكلمات اللي خدناها قبل كده كمان الكلمات اللي هي معمولة بالنقط دي لو انت مش عارفها او مش حافظها لازم تحفظها لانها من الكلمات المهمة ومعانيهم كلهم موجودة هنا يعني baby sister اختي الرضيعة young يعني صغيرة sleeps a lot تنام كثيرا one toss يعني سنة واحدة فانا الترجمة بتاعتي كلها موجودة هنا لكل الكلمات اللي انت المفروض تعمل عليها trace واللي المفروض تكون عارف معانيها كلها look read and complete عندي هنا pictures مفروض ان انا هكمل كل sentence عندي من الورد دي my brother often plays plays what plays basketball my mom is kind and my mom is kind انت مفروض ان انا هجيب adjective is kind and pretty number five read and write through or false my name is nada i have one brother and one sister my brother is tall and funny he has long arms and legs he often plays basketball my sister is young she sleeps a lot she has one toss اعتقد الكلمات هنا كلها سهلة مش فيها اي كلمات جديدة ولا صعب عين ان شاء الله nada nada sista he plays basketball he often plays basketball so take false nada sista sleeps a lot nada sista خد بالك هنا nada دي الكومة دي والاس وهنا كمان دي معناها الملكية يعني brother of nada اخو nada واختي nada دي معناها ان sister والbrother لندى اوكي nada sista sleeps a lot yes هي هنا كتبتقول لنا my sister is young she sleeps a lot تمام so take true الكطعة دي احنا بنسميها كطعة فهم يعني مهم جدا علشان انت تقدر تحل الكويشنز دي وتكون صح 100% ان انت تكون فهمت لان الكلام مش بيجي حرفيا هنا قال لك nada sister هنا كانت nada بتتكلم عن اختها وقال she sleeps a lot فانت لو اعتمدت ان انت تدور على نفس اللي sentence دي هنا علشان تعمل true or false يبقى انت كده اجاباتك بنسبة كبيرة هتكون غلط لازم تكون فهمها وبعد كده تبدأ تحل الكويشنز دي بكده تكون السؤال وازاي تجاوب عليه وكمان امتى تحط الفرب ومتضف له وامتى تحط ه في سيغط الانفينيتيف اشوف خدا من بخير ستادي هارد سيو ليتر باي باي